أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني امرأة كانت تحلف كثيرا تقول ولا أذكر يعني عدد الأيمان ما العمل في مثل هذه الحالة أختي أم محمد بارك الله فيك والجواب لها ولغيرها ممن يشاهدني أولا ينبغي للإنسان أن لا يكثر من الحلف لأن الاكثار من الحلف يكون فيه استمراء له بعدين يبدأ الإنسان يحلف بالحق والباطل وبالصح والغلط وهذا ما يصلح والله تعالى يقول ولا تطع كل حلاف مهين ويقول جل وعلا وحفظوا أيمانك ولذلك من تعظيم الله عز وجل أن الإنسان ما يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك لأن بعض الناس وللأسف الحلف على لسانه مثل ما يقولون بالعامية 24 ساعة يحلف دائما أي شيء يحلف عليه وهذا غلط لأن احيانا يحلف بالباطل ويحلف بالخطأ ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لهذه المرأة التي عليها إيمان كثيرة وما تدري السؤال لها هل الحلف على شيء واحد ولا على أشياء مختلفة فإذا قلت لي على شيء واحد يكفيها كفارة واحد يعني مثلا قالت والله ما أكلم أم محمد ثم كلمت أم محمد ثم عودت وقالت والله ما أكلم أم محمد ثم كلمت أم محمد وكررت عشر عشرين مئة ما عليه لكفارة واحد أما إذا قلت لي لا هي تقول لا أيمان كثيرة ما أحصيها يعني ما كلم أم محمد ما أروح مع فلانا ما أدخل بيت فلانا ما أسوي كذا أيمان أسبابها مختلفة على كل يمين كفارة مدام أن اليمين منعقد لأن الله تعالى قال ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعم عشرة مساكين طيب أنت تقولين والله الحرمة هذه تقول أنا ما أدري كم تجتهد بمعنى أنها تفكر وتراجع نفسها وتشوف كم كم يمين مثلا إذا قلت لي والله اجتهدت المسكينة وحاولت يعني ما بذلت كل شيء إذا تسعى إلى أن تكفر حتى تطمئن نفسها أنها فعلا وفت الكفارات يعني تكفر مثلا في السنة كم مرة مثلا على قدر استطاعتها وقدرتها إذا كان عندها قدرة مالية تكفر تقول والله أنا ما أدري يعني عشر مرات حلفت ولا خمسة عشر مرة تخليها خمسة عشر مرة من باب الاحتياط ما دام عندها قدرة مالية ما دام عندها قدرة مالية لأن أصلا ذمتها مشغولة ما نقول بأن ذمتها غير مشغولة هي تقول بأنها حلفت أيمان كثيرة إذا في هذه الحالة الاحتياط بأنها تشوف تقدر عدد مثلا عددين عشر أو خمسة عشر تخليها خمسة عشر وتكون معجورة ما وافق الكفارة الحمد لله وقع الواجب بمعنى أنها أدت الواجب وما زاد فهو صدق وكفار لها ترجمة نانسي قنقر